قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسم السمعان حلقة مميزة بعنوان صمود العائلة في ظل التحديات المعاصرة وقد استضاف البرنامج في الستوديو الأب الدكتور حنك الداني الذي أكد أن الحب المتبادل والإيمان بالله ورسالته السماوية على الأرض وتعليم الكنيسة من شأنهما أن يذلل كل التحديات التي تواجهها العائلة المسيحية والمجتمع المسيحي كما أجرى البرنامج اتصالاً مع سيادة المطران عطلة حنة رئيس أساقفة صباستيا للنوم الأرثداكس الذي وجه من أمام القبر المقدس رسالة إلى كل مسيح عربي في الأرض المقدسة والعالم لأن يصلوا لأجل وقف حرب الإبادة في غزة ولبناء فإلى هناك أبونا نحن حلقتنا اليوم كنا نتحدث أنا وإياك على أساس نحضر المادة وتحدثنا كثيراً عن مفهوم العائلة والعائلة الشابة ودورة الخطاب والتحضير لدورة الخطاب العاخرية لكن صمود العائلة الشابة اللي عم بتجوزوا واللي تجوزوا مثلاً خلال الفترة الماضية خلال الصيف مثلاً واللي قبل سنتين ثلاثة الصمود العائلة من ضمن هذه المتغيرات الحاضرة إن كانت تغيرات معاصرة اجتماعية متغيرات اقتصادية سياسية وأيضاً كمان تحديات بتدخل في أشأن الديني فبدايةً أبونا هذه المتغيرات والتحديات أمام العائلات كيف تصمد أمام هالمتغيرات من الناحية الدينية نبلش؟ التحديات كلها تأتي من الاقتصاد تأتي من وسائل الاتصال الاجتماعي هي التحديات خارجية ولكن التحدي الأكبر للعائلة هو في داخل العائلة في صلب العائلة من الداخل وهو الصقف الذي وضعه سيد المسيح للعائلة المسيحية التي هي قائمة على عهد وليس على عقد وهذا العهد باختصار حسب قول مربولوس أيها الرجال أحب النساءكم كما أحب المسيح الكنيسي صقف العائلة المسيحية صقفها الروحي والديني قائم على هذا العهد وهذا صعب جدا إن كان بالماضي أو بالحاضر للعائلات القديمة ولعائلات الشابة نعم وكان في كل العصور تحدي للعائلة نعم هذا التحدي الأكبر أبونا أنت كمان يعني وضعت إيدك على اللب الجوهر الموضوع إنه إن كان حبنا العائلة مش شبيه في حب سيد المسيح لكنيسته حب مؤقت وحب قابل للتغير ولكن في نفس الوقت حكيت إنه يعني ممكن تكون صعبة شوي على الناس إنه يحبوا مثل حب المسيح الكنيسة لأنه فيها الحب حب الكنيسي المسيح فيها البذل وفيها التضحية وفيها بذل الذات وفيها موت يعني كان فيها لنجد القيامة وهذا طبعا صعب على عائلاتنا هلا مين بده يضحي ومين بده يتساهل ولا مين بده يسامح ومين بده يغفر فهذا تحدي كبير أمام عائلاتنا فكيف تصمد العائلة أمام هذا التحدي الكبير؟ من أين نبدأ يعني أبونا؟ العائلة في الماضي صمدت وعندنا عائلة صامدة كان بالأرض المقدسة في الأردن في لبنان رغم كله ظروف صعبة نعم واليوم التحدي اللي بتكلم عنه كداسة البابا فرانسيس نعم وقول لك في الرواب نحن جميعا تحت ضغط ثقافات اللحظات العابرة ثقافة اللحظات العابرة التي تشكل خطرا كبيرا لأنها لا تضع الحياة في مسيرة التواصل واكتمال والتزام ليس مسيرة التواصل هي مرحلية واليوم هناك ممن يتهم الزواج بأنه موضة قديمة حتى الزواج بأنه موضة قديمة وهل هو كذلك كداسة البابا ثقافة اللحظات العابرة تهوي المجتمع وكأننا نريد أن نظر مراهقين مدى الحياة حتى مثلاً لما يزوج قد يبقى مراهقة لا تخافوا من الالتزامات النهائية الالتزامات تطال الحياة بأسرها بهذه الطريقة سنثمر لمحال هذه الحرية أن نمتلك الشجاعة في اتخاذ مواقف عظيمة نحن ضحايا هذه الثقافة ثقافة اللحظات العابرة مقابل ثقافة اللحظات العابرة التشتت الذي تتعرض له العائلة يقول لنا ماربولوس من خلاله يقول لنا السيد المسيح أيها الرجال أحب النساءكم كما أحب المسيح الكنيسة ليخضع بعضكم لبعض بطقوة المسيح هذه الآية ليخضع بعضكم لبعض بطقوة المسيح هي التي تكون أن نحن الأسرية يعني من الحسنات الموجودة للتكنولوجيا والتطور العلمي في كل المجالات إن كان الصناعية والرقمية والدوائية والصحية والطبية وصلوا لأبعد المستويات في العلاج في الطب وفي العمليات اللي عم بتساعد الإنسان تيعيش بصحة ويطول عمره لكنه عم بيطول عمره لكن عم بيزيد ألمه بيزيد أساء النفسي والأسري والعائلي ياما عم نشوف أبونا يعني الترابط الأسري عم يعدم نتيجة التواصل الرقمي يعني فيه تواصل الرقمي وعم بيبعد الترابط الحقيقي العائلي بين الأسر وهذا بعتبره تحدي كبير أمام صمود العائلات ياما عائلات صارت عندها مشاكل نتيجة هذا الحمد لله في عنا عائلات مترابطة في بناتها تواصل وعند هلافة وعند رعاية بتعليم أولادها هي التي تتولى التعليم المسيحي وقرأت الكتاب المقدس للأطفال كما يقول القديس بولوس إلى تلميذة المتاوس أنت فأنت تعرف عن من أخدته وتعلم الكتب المقدسة منذ نعومة أطفالك في عائلات لا تزال تعلم أبناء أهل الكتاب المقدس من خلال الكتب البسيط المصورة الأطفال عن الكتاب المقدس ترافق أولادها كما رافق ماريوسف العذرة رافق المسيح في حياته في ذهابه إلى الكتب وفي عودته وفي العيش معهم وفي الرعاية وفي كل الرعاية نجد جماعات كنسية روحية تحت عدة مسميات وفيها عائلات كثير منخرطة في هذه الجماعات أو هذه المجموعات الكنسية الموجودة في الرعاية يتم أكثر التواصل بين العائلات بين الأبناء والبنات في مختلف العائلات وتجد نوع من الصلاة الروحية تنشأ داخل العائلة وبين العائلات المسيحية ففي العائلات بخير في كل بلاد عنا في الأردن وفي بلاد أخرى ولكن بدون أدنى شك في الماضي وفي الحاضر توجد عائلات ممكيجة يعني لا توجد علاقات لا إنسانية ولا روحية حتى بعض مرات لمجرد الكلام بين الزوجة وزوجة سيدنا نحن بفضائية نورسات وبرنامج الصباحي صباحكم نور فمنصبح عليك من عمان من الأردن هالبلد الشقيق اللي دائما قلبه معاكم ومع اللي عم بصير ودائما نحن صلواتنا بنرفعها بالأدديس كل نهار الأحد إن شاء الله يحلها السلام وتنتهي هالأزمة يا رب آمين وإنت دائما سيدنا دائما هالمدافع القوي واللي عم نسمع من خطاباتك وأيضا من لقاءاتك وكتاباتك دائما المتابعين ها كلنا إنه هالتحديات وهالواقع الحروب المتوالية على الأرض المقدسة وسياسة هالإقصاء وهالعنصرية المستبدل بواجهها الشعب الفلسطيني اللي هي أنا بتعرض لما بقول بتعرض مش الشعب الفلسطيني كل إنسان عربي على هذه منطقة الشرق الأوسط وحتى كمان الإنسان العربي المسيحي اللي بتعرض له الأرض المقدسة من انتهاكات كل مسيحي واجب عليه إنه يرفع الصوت ويحكي رأيه بهذا الموضوع فإنت شو بتخبرنا إنه دائما الإنسان المسيحي العربي اللي بدول بره الغرب واللي عم بيسمع لي عم بيصير في منطقة الشرق الأوسط من بغزة أو بلبنان بتساءل أنا ش كيف بقدر أساعد شو أعمل فأنا أحب إنك أنت توجه رسالة لكل مسيحي عربي إن كان في الأرض المقدسة أو خارج الأرض المقدسة يعيش بالغربة يعني طبعا وجوده في الغربة نتيجة هالصراعات اللي واجهها في الأرض المقدسة أو بمنطقة الشرق الأوسط فاتفضل سيدنا كلنا سامعين شكرا شكرا لكم أيها الأحباء في نورسات وأنا حقيقة أود أن أبعث إليكم برسالة المحبة والأخوة والسلام من رحاب أرض السلام ومن رحاب مدينة القدس وذلك عشية احتفالنا بعيد القديس يعقوب الرسول الذي كان أول أسقف على المدينة المقدسة ومن وحي هذه المناسبات الروحية وهذا الحضور المسيحي العريق في هذه البقعة المضاركة من العالم ما أود أن أقوله لمن يجب أن تصله هذه الرسالة بأن ثقافتنا كمسيحيين في هذه الديار وفي هذا المشرق ليست ثقافة الحروب وليست ثقافة العنف وليست ثقافة القتل بل ثقافتنا هي ثقافة احترام الإنسان وحق الإنسان في أن يعيش بحرية وكرامة في أرضه وفي بلده وفي وطنه نحن في فلسطين نعاني من الاحتلال ونعاني من الاستعمار ونعيش أوقات عصيبة في هذه الأيام في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف أهلنا في غزة وكذلك الضفة الغربية مستهدفة ومدينة القدس مستهدفة ومن المؤلم والمحزن أن فلسطين التي من المفترض أن تكون أرضا للسلام أرضا للمحبة اليوم هي ليست كذلك اليوم هناك اضطهاد يستهدف الشعب الفلسطيني في كل تفاصيل حياته بما في ذلك شجرة الزيتون قبل قليل فلقيت اتصالا من أصدقاء في الطيب وفي محيط مدينة رامالله الذين ذهبوا لكي يقطفوا ثمار شجرة الزيتون ولكنهم تعرضوا للاعتداءات من قبل المستوطنين المتطرفين تصوري أن شجرة الزيتون التي ترمز إلى السلام وترمز إلى عراقة وجودنا وحضورنا في هذه البقعة المباركة من العالم هي أيضا مستهدفة كل شيء فلسطيني في هذه الأرض مستهدف ومستباح وأنا كمطران في الكنيسة الأرثوذكسية لا بل خادم في الكنيسة الأرثوذكسية لأن الأسقفية عندنا هي ختمة نحن من أولئك الذين نخدمهم نحن نخدم رعيتنا نخدم شعبنا نخدم إنساننا نخدم كل إنسان يحتاج إلى الخدمة ويحتاج إلى أن نكون إلى جانبه ولذلك في هذه الأوقات العصيبة رسالتي إلى كل الكنائس المسيحية في العالم ولا أستثني أحدا على الإطلاق إلى كل الكنائس وخاصة المرجعيات الروحية كل المرجعيات الروحية نحن نطالبكم ونناشدكم من قلب فلسطين الجريحة بأن تصلوا من أجلنا نحن بحاجة أولا إلى صلواتكم وأدعيتكم الشعب الفلسطيني كله يحتاج إلى هذه الصلوات وإلى هذه الأدعية